النهاردة الرئيس تحدث بهذا الحديث ربما كان الرئيس في نقاط محددة بيتحدث إلى الشعب أنا عندما توليت المسئولية وقبل أن أتولى المسئولية قلت للشعب المصري إحنا عندنا شغل كتير جدا هتعبوا معايا ولن أعدكم إلا بالعمل ولا أطلب منكم إلا العمل أنا في الأول ده اتفاقنا في البداية البلد بلدنا محتاجين نبنيها ومحتاجين نعمرها أبدا لم أبيع الوهم للمصريين لم ولن أبيع للمصريين أوهام لم ولن أبيع للمصريين أكاذيب لن أبيع للمصريين كلام فارغ أنا عمري ما هضحك على الناس عمري ما هاخدع الناس ده كلام كان مهم جدا الرئيس قاله تكلم عن الوعي تكلم عن أهمية الوعي حروب الجيل الرابع والخامس واتكلم بيواجه وبيفكر وبينعش ذاكرة المصريين أنا عمري ما بعت الوهم ليكم وعمري ما ضحكت عليكم وعمري ما قلت كلام مالوش أي أساس فأنا صادق معكم نستمع إلى ما قاله السيد الرئيس اللي بتكلم في دايما إن اللي احنا موجودين فيه كتحديات دي تحديات نقدر نتغلب عليها وآخر صلاحية قال إيه الاستقرار والعمل يعني نشتغل ونبزي الجهد ونستحمل بالمناسبة هل أنا في بداية وأنا في البداية خالص لما جيت اتكلمت معاكم قلت لكم أوهام ولا قلت لكم إن فيه تحديات كبيرة جدا جدا وحتتعبوا معايا ليه؟ لأن أنا لا بقبيع وهم ولا بأتحك على الناس أنا بقول الواقع وإزاي أجابه طب نقدر نجابه؟ طبعا طب هننجح نقطر من الصفة؟ أكيد إن شاء الله أكيد إيه؟ بسم الله أعمل إيه؟ إحنا بنبني ونعمل